قصة الأسد والفأر كان الأسد يتقول في غابته فوجد فأر ساقط في حفرة ولا يستطيع أن يتسلكها إلى الخارج عندما شاهد الفأر الأسد توسأل لي أن يساعده وأخذ في البكاء قائلا أرجوك أرجوك أيها الأسد الطيب أخرجني من هنا ولنعسى لك هذا الجميل الأسد عطف على الفأر المسكين ومد يده الطويلة القوية إلى داخل الحفرة فتسلك الفأر وخرج حفرة فرحا من الحفرة شكر الفأر الصغير الأسد القوي على مساعدته وقال له ربما يأتي يوما مساعدك فيه كما ساعدتني طحك الأسد القوي في استهتار وقال لفأر لا يمكن أن تساعدني أنت فأر صغير جدا ومن الصعب أن تحتاج أن تساعدني وأحتاج أنا مساعدة لمساعدتك في أحد الأيام كان الفأر يلعب في الغابة فسمع صوت زئير الأسد العالي مثل رعد السماء وكان يستغيص ويطلب النجدة النجدة زهب الفأر حيث صوت الأسد فوجد الأسد القوي في الشبكة الصياد ولا يستطيع أن يخرج منها قال الأسد الفأر هل يمكن أن تراني وأنا ساعدك بسرعة كبل أن يأتي الصياد قال الفأر لا تقلق إن هذا الشيء سهل من نسبة لي فتسلق الفأر الشبكة وأخذ يمزق الحبل بأسنانه الحادة حتى استطاع أن يخلص الأسد القوي خرج الأسد من الشبكة وهو سعيد وقال الفأر أنا أشكرك على إنقاسي لقد كنت أستهين بك من قبل لكني كنت مخطئا الحقيقة أن الفأر الصغير أنقذ الأسد الكبير وصار الأسد والفأر أصحاب حكاية مسلية السمكة الزهبية منذ زمن بعيد كان هناك صيادا عجوز يعيش على شاطئ البحيرة في كوخ قديم يصطاد السمكة من البحيرة بقارب قديم وفي أحد الأيام اصطاد سمكة زهبية جميلة على رأسها تاج جميل السمكة الزهبية قالت للصياد إذا تركتني أعود للبح سوف أنفذ لك كل طلباتك فالصيادة العجوز لم يطلب شيئا من السمكة الزهبية وأعادها إلى البحر فقالت له إذا أردت شيئا فنادني بالسمكة الزهبية وسوف أظهر لك وأحق لك كل ما تطلبه عندما عاد الصيادة العجوز إلى منزله روى لزوجته ما حدث فغضبت بشدة فكانت زوجة الصياد امرأة طماعة جدا فطلبت منه أن يذهب للسمكة السماء الزهبية ويطلب منها قاربة جديدة ومنزل الجميلة فدلم من هذا المنزل القدير ذهب الصياد إلى الشاطئ البحيرة ولادى على السمكة الزهبية حضرت له في الحال فطلب منها قاربا خشبي ليصطاد بها قالت لأعطي نيس قاربا زهبين ليصطاد به ومنزل جميل ليعيش فيه وفي الحال عقفت السمكة للصيادة طلبه عندما عاد الصياد إلى منزله الجديد قالت له زوجته الطمعة إذا كانت السمكة الزهبية تنفس كل الطلبات لماذا لم تستغل لها وطلبت من الصياد أن يذهب إلى الشاطئ البحيرة ويطلب من السمكة أن تحول زوجته إلى أميرة فتحولت زوجته إلى أميرة في الحال الزوجة الطمعة أرادت أن تصبح ملكة وتعيش في القصر فأصبحت ملكة بعد أن نفزت السمكة الزهبية ذلك بعد عدة أيام أرادت الزوجة الطمعة أن تكون ملكة البحيرة أيضا طلب السيادة من السمكة أن تجعل زوجته ملكة البر والبح عندما سمعت السمكة الزهبية هذا قضبت جدا من السياد وقالت له كيف تكون زوجتك الطمعة ملكة البح أنا ملكة البح ولن أحقق لك أي طلبة أخرى فاختفت السمكة الزهبية في البح فاضبة عندما عاد السيادة إلى العجوز وجد منزله اختفى وجد القصر قد اختفى وكذلك القارب الخشبي الجديد اختفى وعادت زوجته الطمعة كما كانت عجوزك فقير تجلس أمام الكوخة القديم فقال لها زوجها هذا جساؤك لأنك امرأة طمعة وأنا أيضا لم أقدر وانا لم أكن قادرا على تقييم هذا الشيء السميم الذي كان بين يدي قصة السمكة الزهبية قصة جميلة النهاية لا تنسوا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولأجاب بهذه القصة ترجمة نانسي قنقر